نعود مرة أخرى إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في العراق التي أجبرت الكثير من الخبرات والكفاءات العراقية على الهجرة إلى خارج البلاد ينضم إلينا من بغداد الدكتور قاسم عبدالهادي مدير إعلام وزارة الصحة العراقية بالرصافة أهلا بك دكتور بداية نريد أن نسلط الضوء على أهم الأسباب والأوضاع المزرية سواء كانت الأوضاع لا مستقرة أمنيا وأيضا اجتماعية والتي أدت إلى هجرة العقول النيرة والنابغة إلى بلدان أوروبية إلى دول الغرب واستفادت منها أكثر ما كان الجدير أنه تقدمه لبلدها البلد الأم وهو العراق بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة أحب أوضح ثلاث نقاط أساسية في هذا الموضوع أول شيء أنا مدير إعلام دارة صحة بغداد الرصافة إدارة صحة بغداد الرصافة دارة الرصافة وليس وزارة الصحة للتوضيح هذا شكرا نعتذر دكتور الجانب الثاني الأوضاع المجرية الأوضاع الأمنية السيئة التعبانة أو المصطلحات تقريبا البراقة إذا نلاحظ نسبة الوضع الأمني بالعراق وبالتأكيد وضع مختلف عما السنوات السابقة بالتأكيد الجانب الأمني بالعراق يأخذ خطوات جيدة متميزة وبالتالي أنه قلة التبجيرات قلة السيارات المفخخة قلة الاقتيالات دارة ننظر إلى هذه الحالات والتأكيد مقارنة قليلة بها هذه النقطة المحور الثانية نحب بها أنه حتى لن نطي نظرة سوداوية على وضع العراق بأنه وضع العراق وضع سيء للغاية بحيث أنه طيب ما هي الأسباب الحالية التي تؤدي بهم إلى الهجرة أنا بالبداية قلت أتحدث بثلاث نقاط حدثة النقطتين الأولى والثانية أما الثالثة بالنسبة للنقطة الثالثة مشكلة شحة الملاكات أو هجرة الأطباء بالتأكيد هي أول شيء شحة الملاكات الطبية هي على مستوى عموم العالم حتى على الولايات المتحدة الأمريكية هي قلة أطباء لكننا نبحث عن الأسباب والمسببات من عتل حوافز المالية الأساسية مثلا على سبيل الفرض أكوفر امتيازات تمنح الدول الأخرى بها إضافة لذلك بعض الاحتداءات التي تسجل على الملاكات الطبية بعض من عتم يترك بها هذا بالنسبة لموضوع هجرة العقول أو هجرة العقول على مستوى العراق أتحدث تحديدا بالعراق تقريبا تحدث هناك ثلاث أنواع من الهجرة حتى ننطلق الانطلاق ما لاتنا نكون بشكل علمي وصحيح الهجرة الأولى قسم من عتم من الأطباء ينتقل من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي لأسباب مادية عدم وجود خفارات عدم كذا فبالتالي أنه ينتقل من وزارة إلى وزارة أخرى الهجرة الثانية هي إلى أقليم كردستان باحتباره أكثر نوعا ما استقرارا أمنيا باحتبار أقل تهديدا للاحتداء على الملاكات والهجرة الثالثة هي إلى قارج العراق بالنسبة لأتحدث عن أي طبيب عراقي حتى نشوف العملية أنه يمكن أن تكون مدروسة في عملية أو زرع أو ضعف حالة الاحتداءات بهذا الجانب أي طبيب عراقي حتى يصبح طبيب عراقي من قيم يكلف الدولة العراقية بحدود أكثر من 500 ألف دولار يعني تقريبا نصف مليون دولار أما في حالة أنه إذا بلغ طبيب اقتصاص بهذا الجانب يكلف بحدود من 650 إلى 700 ألف دولار طيب هجرة هؤلاء الأطباء كيف أثرت على البلاد؟ أسترسل بالكلام حتى أوضح الصورة والفكرة أوضح بالجانب فالدقطة الأساسية التي تحدث بها بحدود 700 ألف دولار إذا ثلاثة وأربعة طباء اقتصاص بالتأكيد يوجد شحة في الإمارات، شحة في دول الجوار، شحة في الخليج، شحة في حتى مثل ما قلت قبل قليل في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ثلاثة بالتالي أنه يجي جاهز ب700 ألف دولار يعني هذا رقم جانب الاقتصادي تلعب بي العملية مهمة إضافة لذلك مثل ما تحدثت ببداية بالكلام نفسه أنه بعض الملاكات الطبية تتعرض لحالات الاحتداء خصوصا نتحدث في مناطق قد تكون مناطق شعبية بكثرة الازدحامات على الطوارئ اللي بيها أنه أكثر من عدده وبالتالي يولد هذا الازدحام أو ما يولد هذا حالات الاحتداء باحتبار المريض أنه يرى نفسه هو الأسباقية الأولى ولكن بالتصنيفات الطبية أكو تصنيف الأسباقية الأولى حسب رؤية الطبيب المعالج بيها أنه حتى ممكن تستوجب فيها ربع ساعة ونص ساعة بالتالي أنه عائلة المريض أنه يبدي بالضرب وهذا نبدي نوعا ما أكو ضعف القانون ولد كثرة الاحتداءات بهذا الجانب وليس أنه قد نقول الجانب الأمن لكن ضعف القانون بهذا الجانب نعم لم أريد مقاطعتك لكن رفاهية الوقت لا أملكها شكرا جزيلا لك الدكتور قاسم عبدالهادي مدير إعلام وزارة الصحة أو إدارة الصحة شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك